السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب يكونوا بخير نعرض ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطس المقلية وسر أرمشتها اللي هيتجيب لآخر الشارع زي بتاع الشركات بالزبط وهتطلع أحلى منها مليون مرة بمكون واحد بس هيفرق جدا جدا في البطاطس ولو جربتها بالطريقة دي أنا ودأت كده هتعتمديها مش هتشتري بطاطس جاهزة من بره أبدا يلا بينا نشوف الفيديو بس هتنسوش بقى اللايك نسمي باسم الله وأول حاجة هو احنا بنشتري البطاطس ناخد بنا ان هي قبل اي وصفة تنجح معاك لازم تكون انها بطاطس تحمير لو مش بتعرفي تمايزي البطاطس التحمير من البطاطس الصموني البطاطس اللي هي بتبقى حلوة يعني في القلية وكده بيبقى فيها نقط حمراء كده زي ما شفته في البطاطس وكمان بتبقى في نوع تاني البطاطس الرملية حيس كده وانت مسكة البطاطس بيبقى فيها زي ايه؟ رمل كده وكمان قلبها يكون من جوه ابيض اللي قلبها من جوه لونه اصفر تعرف ان دي بطاطس صواني ومتصلحش ابدا للقلية اشرتها وبعدين هقطحها بقى كده ايه؟ دواير كده بالشكل ده وبعدين هقطحها ايه صوابع بقى ايه متوسطة يعني مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي طبعا احنا تقطعتنا مش هتبقى زي تقطعة الشركات بالزبط لان هما بيقطعوا بمكان وبحاجات كده يعني ايه؟ بتخلي البطاطس كلها حجم واحد لكن برضو الى حد الماء يعني احنا قطعناها كويس ايه غصحها دلوقتي بقى هخسلها كويس اوي مرة واثنين وتلاتة لحد ما تبقى ايه؟ ايه ميتها تمام نضيفة وزي الفل بعدين حطيت عليها مية بقى ايه؟ نضيفة وهحط عليها دلوقتي ربع كبية خل ربع كبية خل على ايه؟ على حوالي نص كيلو بطاطس هسيبها منقوعة في المية بالخل لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير قوي دلوقتي ساعة بالكتير بعدين ساعة بالكتير ونحن ساعة بالكتير ايه ميتها دلوقتي ساجب ايه ميتها فوت المطبخ ايه ميتها لانا انشف البطاطس لازم انشفها كويس جدا لا تجد فيها ولا نقطة مية ودي تكاة مهمة جدا علشان لما اضع المكون اللي بقى كلكو عليه يمسك فيها كويس جدا تماما نشفى تماما. هنجيب بقى دلوقتي معلقتين من معالق نشاة دورة. النشاة العادية خالص اللي بنستخدمها في المهلبية او في الحلويات. هجيب منها معلقتين كبار من معالق الاكل يكونوا مليانين بالشكل ده. على قد برضو نص كيلو من البطاطس. ما قطروش عن معلقتين. وبعدين هبتدي ان انا انطور النشاة مع البطاطس كده بالشكل ده عشان ايه كل بطاطسية تتغلب بالنشاة كويس جدا. لو البطاطس بتاعتك فيها مياه النشاة هيعجن وهتبقى البطاطس وصفة فشلة خالص. لكن لو البطاطس نشفة زي ما شفته هيتبقى البطاطسية زي بتاعت فارم فريتس اللي بتبقى في السوبر ماركت بالزبط. بصوا شكل البطاطسية عاملة ازاي. متغلفة كويس بالنشاة. ولكن النشاة مش معجنة في البطاطس كده ولا حاجة. حطيت بقى الزيت آآ في الطاصة بيسخن كويس جدا. وبعدين هحط بقى البطاطس. بس بنا بحط احاول محطش كتير يعني مملاش الطاصة بتاعتك قوي علشان آآ هي يعني يعني عيبها الوحيد يعني ان هي ايه بتمسك شوية في بعضا. فانا مش بحط كتير بحط الكمية اللي معايا دي على مرتين. وبالشوكة هبتدي ان انا ايه اصلكهم كده من بعض عشان ما يمسكوش في بعض. وحسطبها بقى عاية دي لغاية ما تدخل بقى في اللون الدهبي. وهي بتتقلي كده لو لقيتها ماسكة في بعضها هسلكها ايد الشوكة كده زي ما شفت. خلاص هي كده بدأت تاخد لون دهبي معايا بتاخدش وقت خالص. ومفرفطة كده من بعضها وحلوة قوي. انا بحب تديها لون دهبي اكتر من كده ايه شوية. خلاص كده تمام اخدت اللون اللي انا عايزة. بصوا لونها تحفة. ومش عايز اقول لكم بقى اللي ارمشة بتاعتها عاملة زي وشكلها زي بتاعت الشركات الجاهزة بالزبط. هتطلحها كده على مصفة جنبي. انا بحب اطلحها على مصفة احنا من المناديم. يا كده كده عايز اقول لكم ما بتشربش ولا نقطة زيت. ودي كمان الحاجة الحلوة اللي فيها انها ما بتشربش زيت خالص. هحط بقى الكمية اللي بقية معايا بنفس الطريقة لو برضو مسكوا في بعض. هستلكهم كده بالشوكة جنبي وخلاص. وهي بقى سخنة كده. هبتدي ارش عليها اي توابل بتحبوها. انا حطي الكوزبرة على بابريكا. على تون بودرة على ملح. على كمون. وحطيتهم على بعض كده. ممكن برضو تحطي توابل بطاطس. دي موجودة عند العطار. هتديك نفس البطاطس الجهزة بالضبط. خصوا بقى الارمشة بجنب. تقعد معي فترة طويلة بالارمشة بتاعيتها دي. ولونها حلو قوي. يعني بجد يا جماعة جبارة جربوها. هتعجبكم جدا من برم ارمشة وقلبها من جوة. طري ودايب كده يعني بجد فضيعة وسهلة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك. ويلا مع السلمة.